النهاردة الأهلي أعلن رسمياً إصابة أكرم توفيه بقطع فيه الرباط الصليب إحنا كنا عارفين الكلام ده من يومين ولكن بيانر الأهلي رسمي النهاردة بعد الأشعة الرنين المناطيس اللي أثبتت إصابته بقطع فيه الرباط الصليب الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي قال إنه يجري حالان سرعة إنهاء إجراءات صفر أكرم توفيه إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية لها تتم معرفة الطبيب اللي سبق وأجرى العملية الأولى لأكرم توفيه طيب ولنا رأي في هذا الأمر رأي في الإصابة أقش معناً ما أنتوا بتقولوا أراء في الإصابات تمام وأنا ما عرفش إحنا ليه منقول أراء في الإصابات إصابة لاعب جات له إصابة قدرية في قدمه التانية مش قدمه الأولى يعني هو الإصابة الأولى رباط الصليب اللي كانت يوم 11 يناير من العام الحالي 11 يناير دي كانت إصابة في قدمه اليومنا أو في الرجبة اليومنا الإصابة اللي حصلت له أول أمس دي في قدمه اليسرى تمام؟ وإحنا نقال ليه أصلاً بنقول أراء في الإصابات يعني واحد جات له إصابة بقطع في الرباط الصليبي ليه حد يطلع يقول أصل كهرباء هو السبب أصل ملعب التتش هو السبب أصل مش عارف الأكل بتاعه والشرب والسهر والعنف فيش أي حاجة راجل نط نزل رجبته ترقعت جات له الإصابة في حاجات يا جماعة قدرية مش كل حاجة لازم نجود يعني الراجل أكرم توفيه النهاردة طلع على الاستجامل قال يا جماعة كهراملوش دعوة الراجل تصاب لوحده وأكرم توفيه لما تصابه الإصابة الأولى كاتل لوحده وإحنا قبل كده كان معانا هنا أطباء اتكلمنا معاهم في إصابات الرباط الصليبي لها جزء كبير جداً بحاجات ورصية بحاجات ليه علاقة بالتكوين العضلي وتكوين العظام فيه ناس بيبقى الإصابات دي بتحصل لهم كتير عندهم هستوري في تاريخ الإصابات ده وتحصل لهم كتير قدروا قدروا نقول له ربنا يا شفيك ربنا يا شفيك ابتلاء وإن شاء الله تبقى قده وبإذن الله ترجع واحد من أحسن اللاعبين اللي في مصر واحد من أحسن اللاعبين الرجال اللي في مصر لكن أصلا هو راجل بزيادة وساعات بيدخل لخلات غلط أصل كهرباء دخل معاه غلط أصل الملعب النجيلة بتاعة التيتش فيها مشاكل يا جماعة فيطلع أكرم توفيق مضطرا وهو الراجل يعاني في الابتلاق بتاعه وهو مصاب وهو حزين وهو عمالي يعني يقولي حظ الوحش فمضطر أسفا الراجل يطلع يقولي الناس يا جماعة الراجل كهرباء ملوش دعوة يا جماعة الملعب ملوش دعوة ليه كل حاجة عندنا لازم يبقى ليها حكاية وحدوتة ليه يعني بقى بقى بتجنق يعني عارف انت مثلا ما يبقى ايه واحد يكلمك في التليفون يقولك لقدر الله يعني صاحبك يعني انا عملت حدثة فانت تروح تقوله ايه طب وانت كنت مركز وانت العربية كنت مذبط حاطة التيل بتاع الفرامل ده جديد طب الكويتش سليم يعني بيقولك عملت حدثة اتطمن عليه قوله ربنا يشفيك ربنا يشفيك نتطمن عليك وبعد كده نبقى نقعد نجود ونشوف بقى الأسباب الأسباب الحقيقة لهذه الإصابة هل الإصابات بالرباط الصديبي هو عندنا أكتر من اللي بيحصل في أوروبا وفي العالم ولا ده نفس المعدد طب هل الموضوع اللي لها علاقة بالتغذية نقولي الكلام ده بس مش هو الراجل ونقعد نعمل قصص وحكايات مش منطق يعني ربنا يشفيك أكرم توفيق لعب راجل لعب رائع وبصراحة المشكلة أكرم توفيق يعني طبعا طبعا يسعب علينا اللاعب بس مشكلته كمان إن احنا بصراحة ما حدش يزعل من يعني ما عندناش باكرايت في مصر غيره ما عندناش باكرايت في منتخم مصر غيره فإن شاء الله للفترة اللي جاية يبقى فيه أكتر من باكرايت مستوى كويس ويتحسن ويبقى أفضل عشان يبقى فيه تدعيم لمنتخم مصر الفترة اللي جاية وطبعا النادي الأهل الله يكون فعونه يعني أكيد بكل تأكيد يعني